أين أعلنت سونتراك عن إطلاق أول عملية جولايف ناجحة لمشروعها الخاص بنظام المعلومات المتكاملة على مستوى مركب تميع الغاز بالمنطقة الصناعزة لأرزيو بولاية وهران وجاء في بيان لسونتراك أن هذه الخطوة تتبعها عمليات إطلاق أخرى على مستوى وحدات إنتاجية تابعة للنشاطات الاستكشافية والإنتاج وكدى النقل عبر الأنابيب كما أوضح ذات البيان أن نظام المعلومات المتكامل يسمح بتحسين تخطيط موارد المؤسسة ومستوى أداء تسييرها لسيما من خلال ترشيد التكاليف العملياتية ورفع مردودية الأنشطة بالإضافة إلى تحقيق الرقابة الآلية داخل المؤسسة حيث أشار البيان أن الشروع في استغلال هذا النظام يدخل في إطار استراتيجية سونتراك لتحديثي وعصرنت تسيير المجمع